برشلونة بروعة زمان مش زمان او يعني يعود بطلا للسوفر الاسباني في مباراة من طرف واحد امام مين؟ امام ريال مدريد فاز اليوم برشلونة على ريال مدريد بسلسية فوز منطقة ومستحق جدا تفوقت شابي على انشلوتي وتفوق شباب برشلونة على كبار الريال بجابي وبدري ظهر برشلونة اكثر حيوية من الريال ورجحت كفته خبرات ليفا وبوسكتس وخط تدفع رائع جدا فوز برشلونة اليوم يعطي قبلة حياة لمشروع شابي مع برشلونة وتضع كثير من التساؤلات حول تغييرات واجبة في تشكيل الريال وربما تغيير على مستوى الجافة يهلا بحضراتكم حلقة جديدة من رقم عشرة اليوم فاز برشلونة على ريال مدريد في كلاسيكو الارض فوز في كأس السوبة الاسباني يتوق برشلونة باول القاب وهذا الموسم هدف لجافي في الديئة 33 من صناعة لفندوفيسكي وهدف لفندوفيسكي في الديئة 45 من صناعة جافي وبعد كده بدري يسجل الهدف الثالث من صناعة جافي في الديئة كام في الديئة 69 وفي الآخر في الديئة الثالثة من الوقت المحتسب بدلا من الضائع كريم بن زيمة بيسجل هدف نعتبره يعني بن كوسين هدف شرفي وإن كان يعني ريال لم يقدم أي شيء في هذه المباراة كان ملحوظة كده عن هذه المواجهة الكبيرة ريال مدريد 100% من الديئة الأولى حتى الديئة الأخيرة استحق هذه الخسارة وبالتبعية استحق برشلونة بشكل مؤكد هذا الفوز الكبير على ريال مدريد شاف النهاردة بتشكيلها فيها حيوية كبيرة لبرشلونة شباب بتتكلم في جافي بتتكلم في بيدري بتتكلم في دمبلي بتتكلم في رفينة لما نزل بتتكلم في كوندي بتتكلم في تشكيلها مليانة شباب حتى الكبار بتتكلم فيها خبرات رائعة جداً زي البندفاسكي أداء في منتهى الروعة من برشلونة النهاردة الملفت إن النهاردة أفضل لاعبي المباراة أفضل لاعبي ببرشلونة في هذه المباراة ساهم في أدفين واسجل هدف جابي أنا عارف إن الكلام ده مكرر بس خلينا نقوله كل شوية عشان نذكر بعضينا جافي اللي قاد برشلونة النهاردة لفوز كبير وحق بطولة لبرشلونة النهاردة عنده 18 سنة 18 سنة يا سادة 18 سنة يا مؤمنين 18 سنة يا ناس 18 سنة يقود برشلونة للفوز ببطولة أمام مين أمام ريال مدريد بطل دوري أبطال أوروبا وبطل الدوري الأسباني بكل الأسماء العظيمة اللي فيه 18 سنة كان رائعا مع برشلونة من العام الماضي كان رائعا مع المنتخب الأسباني اسم أصبح من الأسماء الكبيرة في أسبانيا دلوقتي ومع برشلونة بكل تأكيد 18 سنة عمل كل حاجة في المباراة تتعارف مين اللي بيلعب في نص الملعب قدامه بيلعب قدامه توني كروس ومودريتش بيلعب قدامه كبافينجا ونحية اليمين اللي هو كان بيميل لها كتير نحية يمين ريال مدريد فيها أكبر بخال وفيها بلبردي هو بطوله كده عمال رايح الملعب رايح جاي مكسر الدنيا شايفي مشروع محترم جدا لبرشلونة وغالبا هيعمل نجاحات كبيرة لكن ريال مدريد حكايته حكاية هيحصل إيه بقى؟ هل هيحصل أبجريد تعديل تحديث لهذا الفريق اللي بقى فيه أعمار سنية كبيرة؟ هل ممكن يحصل تغييرات لأنشلوتي؟ بدل ما تسمع رأي اسمع رأي بسنتي دلبوسكي أسطورة كرة القدم الأسبانية المدير الفني الأصبق لريال مدريد المدير الفني الفائز بكأس العالم 2010 مع المنتخب الأسباني معايا في هذه اللحظة اللحظة يا فندم مشرف ومنور برنامج رقم 10 التلفزيون المصري مساء الخير كيف رأيت هذه المواجهة الكبيرة اليوم بين برشلونة وريال مدريد؟ لماذا ظهر ريال مدريد بهذا المستوى السيء؟ ولماذا ظهر برشلونة بهذا المستوى الرائع من وجهة نظرك؟ أنني سعيد بأنه كان ماتش جيد للبرشلونة ولكن أعتقد أن هذا قد يدعم مستوى الكرة الأسبانية عن مستوى العام وأعتقد أن الجمهور من كل طرفين كان يستمتع بهذه المباراة وجانت في صالح برشلونة أكثر ولكن أيضا لا نستطيع أن ننكر المجهودة التي بسهرها وريال مدريد شافي وتجربته كمدير فن شافي واحد من الأسماء التي ضربتها مع المنتخب الأسباني ومع برشلونة الآن مدربا هل ترى أنه يقدم أداء جيدا مع برشلونة خلال هذه الفترة والفترات الماضية؟ لديه عمل شاك جدا وأعتقد أنه وصل في وقت معقد للمنتخب وأنا أتمنى له حدث صعيد كما أتمنىته للعيبة التي كنت ضربة وإنني سعيد جدا أنه فاز اليوم وأعتقد أنه لا نستطيع أن ننكر قيمة المجهودة التي بسهرها حتى الآن جافي وبيدري يشبههم الناس بسنائية إنيستا وتشافي في أرض الملعب هل ترى نفس السنائية بين جافي وبيدري الآن في برشلونة؟ نعم أنه من الجيد جدا وجود عناصر جديدة وأعتقد أنه لديه عنصرين جيدين جدا أعتقد أنه شابه نستا كانوا عنصرين أسطوريات أين ولكن أعتقد أنهم في طريق جابي الآن والسنائي الحديث الآن أعتقد أنهم في طريقهم للنجومية ريال مدريد ريال مدريد كثير من التحفظات والانتقادات على مستوى ريال مدريد هذا الموسم سواء في الدول الأسباني أو حتى مع خسارة مباراة السوبر النهاردة نهاية السوبر الأسباني النهاردة في رأيك لماذا تراجع مستوى ريال مدريد عن الموسم الماضي اللي حق فيه إنجازات عديدة أنا أعتقد أننا لا يجب أن نقلق لأنه فقط مباراة وقد فاز بيها أحد الطرفين ولكن لا أعتقد أن ريال مدريد قد فقد أداءه ولكن أعتقد أن هي تلك المنافسة من أجل الدور الأسباني وأعتقد أنه من المبكر أن نحكم عليه بالأداء السيئ هل ريال مدريد في حاجة إلى تدائمات خلال هذه الفترة من الانتقالات هل بحتاج تدائمات سريعة لتشكيلة الفريق؟ أنا لا أستطيع أن أنا الشخص الموسم الذي يسمح بي أن أتكلم في هذا ولكن أنا لست من المعنيين بالتحدث في هذا الشأن ولكن أنا كنت أتحدث عن المباراة وأعتقد أن المباراة كانت جيدة جدا ولكن أعتقد أن ريال مدريد ما يزال ليس لديه الوقت في إبراز مجوداته فإنه فريق يقوم بأداء جيد عزيب عايز أعود بيك إلى الخلف قليلا وأتحدث معك عن مستوى المنتخب الأسباني في كأس العالم لماذا تراجع مستوى المنتخب الأسباني وخرج مبكرا من كأس العالم من وجهة نظرك؟ كأس العالم معقد جدا والوصول النهائي فنوه صعب جدا كنا نريد أن يكون بطل ولكنه خسر في المباراة فالمنتخب الأسباني كان لديه الكثير فكان لديه أشياء جيدة وشابة وسطة وأشياء سيئة ولكن أعتقد أنه لا يديه مستقبل باهر في السنين المقبلة بالنسبة للمنتخب هل كنت مع فكرة رحيل المدير الفني لويس إنريكا عن تدريب المنتخب الأسباني ولا كنت مع بقاءه مديرا فنان للمنتخب الأسباني أنا سوف أقرر نفس الشيء أنني آسف جدا أنني أنا أتحدث في هذا الشأن ولكن لابد أن تحوق الحظر في التحدث في هذه الأمور فأنا لست مخول بهذا ولكنني أرى أنه قد يقوم بأداء جيد وأعتقد أن المنتخب الأسباني قام بالفوز ببطولان كثيرة وبالتالي أعتقد أننا سوف أكون حذر جدا في التحدث في مثل هذه الأمور عظيم جدا طيب محتاج أسمع رأيك في الأداء والمفاجأة الكبيرة اللي عملها المنتخب المغربي في كأس العالم ووصوله إلى نصف نهائي كأس العالم كأول منتخب عربي وأفريقيا يصل إلى هذه المرحلة كيف شهد هذا الإنجاز من المنتخب المغربي أنا أعتقد بأن المنتخب كان يستحق بجدارة أن يصل إلى النهائي وقد طرق أن طبعا جيد المشاهدين الكرة في العالم وأعتقد أنه فاز بمفاجأة وأعتقد أننا كأسبان لدينا علاقات جيدة مع الأسبان ولدينا كثير من المغاربة في أسبانيا وأعتقد أننا على قدر ما أحزننا على خروجنا ولكن أسعدنا بفوز المنتخب المغربي فينزينتي دلبوسكي المديل الفني الأسبق لريال مدريد والمنتخب الأسباني الفائز بكأس العالم 2010 أنا أشكرك شكرا جزيلا لهذه المداخلة تصرحات فينزينتي دلبوسكي المديل الفني الأسبق لريال مدريد الفائز بكأس العالم مع المنتخب الأسباني 2010 اسم كبير في تاريخ التدريب عالميا اسم كبير في تاريخ المنتخب الأسباني وريال مدريد واحد من أساطير الكرة العالمية تشرفت جدا بهذا اللقاء في برنامج رقم 10 لسه النهاردة الكلام عن ريال مدريد وبرشلونة مستمر مستمر مفاجآت كتير النهاردة لحضراتكم النهاردة هنروح لأسبانيا جوه أسبانيا ناخد لقاءات مهمة جدا هتمقى مع حضراتكم بعد لحظات إن شاء الله مستمرين على مدار الحلقة كلاسكو الأرض والاهتمام به اهتمام على كل الأرض كل الأرض مهتمة بالكلاسكو الأسباني صحيح صحيح الكلاسكو برشلونة ريال مدريد أو ريال بدريد وبرشلونة فقد بعض بعض قليل من رونقه مع رحيل كريسانونالدو رحيل يونال ميسي رحيل جوزي مورينيو رحيل بيب جوارديولا عدد من الأسماء الكبيرة بس أنت تحس إن برشلونة وريال مدريد دايما حالة خاص من قبل الأسماء العظيمة اللي أنا قلتها داية ومن بعد الأسماء العظيمة اللي أنا قلتها دي لسه الاهتمام كبير بهذه المواجهة الرائعة المميزة برشلونة النهاردة قدم أداء ممتع بصراحة شديدة ريال مدريد أنا بقول له كده أنا واحد من بيحبه ريال مدريد مشجع ريال مدريد يعني ريال مدريد عنده ميزة وعيب الميزة إنه لو عمل مباراة حلوة يعملها فوق الحلاوة بشوية لو عمل مباراة سيئة بيبقى أسوأ ما يكون ما عندهش الحتة اللي في النص ما عندهش دي خالص يعني صعب النهاردة ريال مدريد تقول إنه خسر عشان سوق حظ هو حاول بس خسر عشان فريل قدامه أجمد لا نهاردة ريال مدريد مجاش مجاش الملكي مراحش المملكة مبارك يا ايد فردياد مجاش ما شفناهوش هي دوبة كرة البنزيمة في الشوت الأول بالرأس خرجت فوق تريشتيجن والكرة اللي سجل منها بنزيمة الهدف الوحيد لريال مدريد مع صافرة الحاكم وبس دفاعيا حدس ولا حرج نهاردة كربخال كان فتحها شوارع ناحية اليمين لريال والشمال عند برشولو كل أهدف جات منها حداية بقى كده أيقن يعني أنشلوتي بعد ما خلاص كل حاجة بوزت ورح طلع كربخال ونازل ناتشو وده يحط علامات استفهام على صفقات ريال مدريد بقى له كم سنة ريال مدريد بنقول أنه محتاج ظاهير أيمن ريال مدريد محتاج ظاهير أيمن ما بيجيبش ظاهير أيمن خالص خالص هو كربخال ولو يعني وقع كربخال وبيقع كتير في الفترات الأخيرة لوكاس فاسكز يشيل شوية ناتشو يعني ممكن يخش من عدك كان شوية يلعبه بفلفردي بس كلها مسكنات مش ظاهير أيمن حقيقي ريال مدريد ريال مدريد السن السن مع الإصابات خلاص الأمور بقت صعبة روديجر وميليتاو الاتنين طبعا مدافعين رقعين جدا بس تحس النهاردة أن ريال مدريد افتقد زكاء ديفيد ألابة افتقد زكاء ديفيد ألابة من دي ليفت باك محترم جدا جدا بس عمره ما بقى أو يعني من الفتر اللي فات دي عمره ما وصل لمستوى مارسلو ولا عمره وصل لمستوى بارتا كلوس مثلا لأساطير اللعب في الحتة ديت مودريدش و توني كروس مع كابافينجا وبالمناسبة ريال مدريد اتأثر جدا النهاردة بيغياب شواميني في نص الملعب بس مودريدش و كروس يعني برضو أمور بدنية طبعا روعة ما فيش بعد كده وحيلمتش الجاية موقت اليوم بيتقلقوا كالعادة يعني ويكسروا الدنيا بس فيه مطشاط انت بتبقى محتاج حيوية في أرض الملعب النهاردة ريال مدريد حتى كريم بن زيمة اينا عم بيعمل مجهود عبكاري كريم بن زيمة بس ما انت عايز شباب محتاج تزود شباب انه أرض الوحيد اللي كان بيشتغل وبيجري وبيتحرك فينيسيوس وكان مستوى مش كويس بس هو اللي كان عامل حيوية شوية حتى في الفرد النهاردة ما عملش حاجة كان غائب تماما بارشلونا نص ملعب فيه دي يونج وبيدري وجافي ووراهم خبرات بوسكت ودفع فيه أروخه وكوندي وكريستينسن تكلم فرقة حلوة طبعا قدام ليباندوفيسكي وحلاوة ليباندوفيسكي مع ديمبلي أداء رائع جدا فالفرقة تحسها تحس بارشلونا جاي تحس ريال مدريد راجع طيب عشان ريال مدريد ما يرجعش محتاج يعمل تحديث في الفرقة محتاج بسرعة تحديث للفرقة بارشلونا رغم النزام قدتلك كان راجع باشي أجع مدريد وبحب ريال مدريد بس برضه مبسوط لتشافي يعني تجربة تشافي دي كانت لازم تنجح خسارة البطولة النهاردة مع خسارة بطولات قبل كده وجميع بارشلونا بتمحس مع تشافي عن بطولات فوس زي ده يخلي تشافي يسبت رجله شوية على الأرض ده فيما يخص بارشلونا وريال مدريد طيب الصحف العالمية قالت إيه بعد فوز بارشلونا بهذه المواجهة مواجهة السوبر الأسباني تي بورتيفو قالت بارشلونا بطل سوبر قالت كده بارشلونا بطل سوبر ماركا قالت بارشلونا بشخصية البطل جافي وليفندوفيسكي يقودان بارشلونا للفوز بأول بطولة منذ 2021 راديو ماركا قال البطولة الأولى للسنائي الزهبي وحطت الصورة دي بتتكلم طبعا على جافي وبدري شبكة بي بي سي العالمية قالت انتصار مهين أو ايه؟ مهيمن لبرشلونا في الكلاسكو على حساب ريال مدريد وكواتراو قالت بارشلونا يحقق السوبر رقم 14 بعد فوز على ريال مدريد بسلسية مقابل هدف راديو منتقاله قال بوسكتس يرفع السوبر وتشافي يحقق البطولة الأولى له مع بارشلونا طيب بطولة مهمة لبرشلونا بس ريال مدريد من ناحية تانية عودنا على فكرة الكمباك يعني ريال مدريد خسر بطولة صح؟ بس ما تستغربش لو ريال مدريد في الآخر كسب الدولة الأسبانية ما تستغربش لو شفت ريال مدريد بيوصل فينات دولة أبطال أوروبا وبيكسب بطولة المفضلة بالنسباله بس أنا أعتقد يعني تفضل لك 15 يوم في انتقالات يناير ريال مدريد هم محتاج ورورة القصوى وبالسرعة القصوى مهاجم مع كريم بن زيمة لازم ولابد نهارده الدكة وحشة أو بتاعة بريال مدريد دكة سيئة ما فيهاش غير رودريجو وطيب الزكر طيب الزكر أنا ده يقول عليك طيب الزكر إدن هزار طيب الزكر يعني وجوده اسم كده اسم حلو اسم حلو في تاريخ الكرة بس بقى اسم بس بقى مجرد اسم بس مش مؤثر فأنت ما عندكش يعني يدوبك التشكيل الأسية اللي هي يعني ايه بقى تشكيلة عجوزة محتاج تفوقها وشوية حيوية محتاج مهاجم مين مين بديل بينيسيوس لو تصاب أو غاب مفيش طيب محتاج مهاجم محتاج جناح ومحتاج راية باك زهير أيمن بالسرعة القصوى مهاجم وجناح وزهير أيمن وبصراحة انت محتاج كمان زهير أيسر فأنت محتاج علىقل علىقل أسوأ الظروف يعني تجيب اتنين من الأربع مراكز دول دلوقت في يناير لو ده تجيب الأربع يبقى عظم عشبس خلاص ومحتاج قبضت كتير للفرقة برشلونة أتصور إنه غالبا الأقرب للفوز بالدولة الأسبانية هذا الموسم غالبا بالأداء ده بالفريق ده وإن كان برضه بصراحة هو ما عنديش ما عندوش بديل لفندوفيسكي ما عندوش فيش في البرشلونة مهاجم يشين مكان لفندوفيسكي ما عندوش عنده مكان ديمبلي رفينيا بيحط شوية جافي دلوقتي بيلعبه شوية على الشمال عنده يعني تمشي الأمور تمشي لكن غيابات أو مشاكل أو نواقص في تشكيلة الريال صعبة جدا صعبة جدا طيب هيكون معايا دلوقتي رامون كالديرون واحد من أهم رؤساء نادي ريال مدريد على مر التاريخ الرئيس الأسبق لنادي ريال مدريد يا فندم مساء الخير عليك منشرفني ومنوارني برنامج رقم عشرة على التلفزيون المصري أنني أشكركم لهذه الدعوة وأنني سعيد جدا بالمشاركة في هذا البرنامج أتشرف جدا يا فندم كيف شاهدت هذه المواجهة اليوم بين ريال مدريد وبرشلونة في نهاية كأس السوبة الأسباني من وجهة نظرك هل قدم ريال مدريد الأداء المطلوب أم ظهر بشكل سيء اليوم لابد من الأعترف أن البرشلونة كان الأفضل ولا قد فاز بالعدل وفي الرياضة الطريقة الأخرى غير المكسب فهي كيف تعرف أن تخسر وأن تبارك لخصمك وأعتقد أن ريال مدريد لم يكن على المستوى المطلوب في هذه المباراة وأعتقد أن هناك اللعيبة المرهقين في الفريق وأعتقد التأثيرات السلبية من المونديال وأعتقد أن اللعيبة لم يكن في المستوى المطلوب ولكن بالحقيقة برغم كل هذا فإن البرشلونة قدم أذاء رائع وكان يستحق اللقب لماذا ظهر ريال مدريد بهذا المستوى من وجهة نظرك هل هي تشكيلة نائسة بعض التدائمات هل هو أخطاء من المدير الفني لماذا ظهر ريال مدريد بهذا الشكل من وجهة نظرك أنا أعتقد بأن في الريال مدريد كما قلت من قبل وأنا مودريد وتوني كروس كانوا لعيبة مهمين جدا في منتصف الملعب وكانوا استطيعون أن يقلبوا اللعب لصالحهم ولصالح بنيسيوس ولكن أعتقد اليوم لم يكن على المستوى المطلوب وأعتقد أن مودريد لعب المنديال كله وكل المباراة في المنديال حتى النصف النهادي وأعتقد أنه مرهق من هذه المباراة وأعتقد أنه لا يبدأ الوضع في الاعتبار عمري وأعتقد أنه كان من الوضع أنه مجهد فكان هناك أخطاء في الدفاع وكانت هناك أخطاء في عدم التركيز فهؤلاء اللعيبة كانوا أثبتوا أنهم يستطيعون أن يكسبوا أي مباراة وكانت شخصيتهم متمشية مع هذا وستطيعون أن يفوزوا في مبارايات معقدة كما شاهدنا في العام الماضي ولذلك أعتقد بأنهم يكون إرهاق عام وفقد التركيز وكما قلت من قبل فإن المستوى العالي للبرشيرونة قد أثر وأنه قدم مباراة رائعة وبالتالي من العدل أن يفوز بهذا اللقب قبل محضرتك تدخل معايا كنت أتحدث عن تدائمات واجبة لريال مدريد في تشكيلة الفريق صفقات جديدة أي المراكز من وجهة نظرك تحتاج تدائمات سريعة لريال مدريد أي المراكز في أرض المرب أو في تشكيلة الفريق أنا أعتقد من المفضل هو الحصول على مهاجم جيد يشارك كريم بن زيمة وأعتقد أنه قد تقدم في العمر أيضا لابد من الوقت هذا في الاعتبار وهو لم يلعب جميع المباراة ولكن وفي حالة عندما يلعب كان يستلزم أن يكون بجانبه أو يلعب مكانه مهاجم آخر حتى يستطيع أن يلعب بالراحة ولكن أعتقد أنه من المهم جدا الحصول على مهاجم لأننا الآن بعد 15 يوم من اللعبة في الليجة الأسبانية فإننا نرى لابد أن يكون هناك مهاجم هل تتوقع أن ريال مدريد على هذا المستوى استطيع الفوز بالدور الأسباني في النهاية هل يستطيع الحفاظ على لقبه في دور أبطال أوروبا كما لعبا بمستوى اليوم فأعتقد ده ليس من السهل ولكن لابد أن نعرف أن ريال مدريد أنه فريق ذو خبرة في النهود في الأوقات الصعبة لقد قمت بهذا في عهدي أكثر من مرة وبالتالي إذا قام بهذا هذا الأداء القديم الذي نعرفه عنه فقد يستطيع أن يفوز ببعض الألقاء وأعتقد أن الفريق كما رأيتم أنه من المعتاد أن يتخط الصعوبات التي يلقاها وأعتقد أنه سوف أنا آمن أن يكون بعمل مثل هذه الأشياء في هذه الفترة أو هذا الموصل لو كنت رئيسا للريال مدريد في الوقت الحالي هل كنت ستبكي على أنشلوتي مديرا فنيا للفريق في زل وجود زين الدين زيدان حرا طليقا دون فريق حتى هذه اللحظة نعم بالطبع هو مدرب قد فاز بكل شيء حتى المسلم المنصرم فاز بكله لكن أعتقد أننا أعتقد أن الرئيس الحالي ريال مدريد سوف يجد الثقة فيه وسوف يستمر بقية ريال مدريد تحدثت معي عن مهاجم ليه ريال مدريد يحتاج الدعم في هذا المركز هل ريال مدريد يحتاج الدعم في مركز الجناح أيضا ممكن من الممكن أنا أعتقد من الصعب جدا أعتقد أن المركز لن يتم التعاقد مع لعيبة جديدة ولكن لابد من البحث عن لعيبة بمستوى ريال مدريد وأعتقد أن أنا لابد أن نصبر لنهاية الموسم لو أنا كنت الرئيس الحالي ورأيت أن هو من المهم التعاقد مع لعيبة جدد ولكن لابد أن تظهر لنهاية الموسم حتى أرى لعيبة مناسبين للتعاقد معه هل أخطأ هل أخطأ ريال مدريد في عدم الدخول في مفاوضات جادة مع ليفربول لضم محمد صلاح في الصف الماضي من وجهة نظرك أعتقد بأن ليس من السهل أو أعتقد أنهم لم يكن في النية أنهم يبيعوا محمد صلاح ولكن لا أعرف الحقيقة ولكن أعتقد أنا أسر بانرال مدريد فاز بكل بطولات في الموسم المنصرم وقد أظهر هذا المستوى وبالتالي من الممكن أن نستمر المدرب لأنه قد يواجه بعض المشاكل في التعاقد مع محمد صلاح لأن محمد صلاح لعيب مميز يستطيع أن يلعب في أي فرق والعام وهنا أخص بالذكر أفضل فرق العالم ولكن أعتقد أن يضم لصفوفه تعاملت في السابق مع زين الدين زيدان الأسطورة زين الدين زيدان ما رأيك في التصريحات الهجمية لشناها رئيس لاتحاد الفرنسي مؤخرا على زين الدين زيدان اللي كان فيها كثير من قدة الأحترام لهذا الأسطورة الكبير في تاريخ كرة القدر أنا أعتقد أنا أعتقد اللي أعرف هو الذي ما قرأته فأعتقد أن اللعب لم يحترم ولم يكن الاحترام المطلوب ولكن أنا نفس على المصدر الشخص أن أنا أحترم زيدان وأعتقد أنه كان لعيب مفز مثله مثله في التدريب أيضا وأعتقد أنه شخص مميز جدا وأنا هو يستحق أن تحترمه وأن تعجب به آخر السؤال لو كنت رئيس رئيس لريال مدريد في الوقت الحالي هل كنت ستفشل في ضم كاليا نمبابي لعب باريس سانجرمان أنا كنت أتمنى أنا أتمنى أن يتعقدوا مع ممبابي ولكن ممبابي قالها بصراحة أنه لا يريد أن ينضم للريال مدريد وبالتالي أن الفريق الفرنسي جدد عقده معه فأعتقد ليس من المنطقة نتحدث عن هذا لأن هذا الأمر قد حسم وأنا أعتقد أن ممبابي من أفضل اللعبين في العالم الآن وهو الآن قد أبرز هذا وأعتقد إذا ضموه في المستقبل سيكون حظ الريال مدريد أفضل أي لعب في العالم الآن تتمنى أنه تشوفه في الريال مدريد في المستقبل مرة أخرى أي لعب في العالم أي لعب في العالم تتمنى أن الريال مدريد يضمه في المستقبل تتمنى أنك تشوفه في المستقبل بقاميس ريال مدريد صعبة في الاستماع طيب مرة أخرى لو طلبت منك اسم واحد تتمنى تشوفه في ريال مدريد في المستقبل من الأسماء الموجودة في كرة القدم العالمية تحب تشوف مين بقاميس ريال مدريد أنا أعتقد أنا هذا الوقت ليس المناسب لتحدث عن هذا الموضوع لأننا لدينا بعض شؤون المعقدة لأن كما كررت فانه فاز بجميع الألقاب السابقة وبالتالي لا بد أنه جد الثقة فيهم وأعتقد المدريد يبحث عن أفضل العيبة في العالم وبالتالي لا بد من التفكير في كله وبالتالي المدريد نفسه لابد أن يفكر في هذا وهو الذي يرى بوضوح ما الذي يحتاجه الفريق والدعم الذي يستحق الفريق وبالتالي أنا لن أستطيع أن أتحدث عن انضمامات جديدة أو تعقودات جديدة مع العيبة أخرى طيب بالعودة إلى الخلف لماذا خرج المنتخب الأسباني مبكرا من كأس العالم من وجهة نظرك أعتقد بأن الفريق شاب جدا ولكن له مستقبل باهر قد يكون قد ينقصه الخبرة فصراحة كنا ننتظر أن نذهب لأبعد من هذا ولكن لم يحالفهم الحظ وأعتقد هذا كان أعتقد أن المباراة الأولى كنا كلنا كنا منفعلين عندما رأينا النتيجة الكبرى ضد كستاريكا وتمنينا أن يفوز بالكسران ولكن أعتقد لم يحالفه الحظ ولكن أكرر أنه فريق ما زال شاب قد يفتقد الخبرة الكافية يفوز بهذا اللقب ولكن أعتقد في المستقبل سوف نرى هذا المنتخب يفوز بالقاب رأيك فيما قدمه المنتخب المغربي من مفاجأة في هذا المونديال والوصول لنصف نهائي كأس العالم رائعة كانت مفاجأة جميلة جدا أن أظهر أنه فريق قوي جدا ولديه شخصية على المستوى التقني والتيكتيكي والاستراتيجي أعتقد أن هذا الفريق قدم صورة في المستوى له وأعتقد أنه لم يكن محظوظ للآخر ولكن أعتقد أن هذا الفريق كان فريق قوي جدا وكلنا كنا متفاجئين من مستوى المغربي وخصوصا عندما كان يلعب ضد فرنسا فكانت مبركة جيدة جدا وأعتقد أن الموديل الفني قد قام بداء رائع وأعتقد أنه قام قدم داء في بطولة رائع أخيرا هل حلم العودة لرئاسة ريال مدريد يروضك ولا هذا الأمر صفحة وأغلقت إلى الأبد أنا كنت أتراس ريال مدريد لمدة عشر سنوات سبعة منهم كنت الرئيس وثلاثة منهم كنت عادوا مجلس إدارة أعتقد هذا كاف طبعا هذا منصب معقد بالنسبة للفريق وفريق ريال مدريد قصة الفوز هذا الزام وليس رفاهية وبالتالي أعتقد أننا فوزنا بسبب اللعيبة جيدين وتقديق جيد وكنا عشنا فترة جيدة وكنا طبعا بالتعاقد مع مدربين جيدين مثل زيدان وضم كريسانو رونالدو للفريق فأعتقد أنه وقت الآخرين حتى يتقلض رامون كالديرون الرئيس الأسبق لنادي ريال مدريد أنا بشكرك شكرا جزيلا على هذه المداخلة تشرفنا جدا جزيلا جزيلا ريال مدريد اتمنى دايما أن حضراتكم تستمتعوا معنا بهذه المداخلات العظيمة من كل مكان في العالم اليوم يوم أسبانيا اليوم يوم الكلاسيكو اليوم يوم ريال مدريد وبرشلونة فوس كبير لبرشلونة في نهاية كأس السوبة الأسباني على ريال مدريد 3-1 يعمل ريال مدريد في المستقبل يعمل برشلونة في المستقبل يبدو أن المستقبل لبرشلونة ويبدو أيضا أن ريال مدريد لا يأس أبدا ودايما هو بتاع ريمونتاد ريمونتاد ريال مدريد كده شغالة حتى لو انت حسيت أنك يأس أو ريال مدريد مش هيقدم مستواد كهيسة في المستقبل يعمل ريمونتاد وتلاقيه بيكسر الدنيا طيب نسيب ريال مدريد وبرشلونة ونروح للدوري الإنجليزي الممتاز أرسنل يا جماعة بنسخة أرسنفينجر النسخة الأولى الأرسنفينجر مش النسخة اللي كان في السنوات الأخيرة نسخة رائعة رائعة أرسنل اليوم يتصدر الدول الإنجليزي الممتاز بفارق ثماني نقاط عن مانشستر سيتي ثمان نقاط كاملة بينه وبين مانشستر سيتي النهاردة بيفوز على توتنهام 2-0 ويتسيد المباراة وبيعمل أداء روعة وبيعمل أداء كبير وبيعمل أداء جميل دي النتائج النهاردة نيوكاسل فاز نيوكاسل كمان ووصل للمركز الثالث في الدول الإنجليزي عامل موسم رائع جدا فاز على فولهم 1-0 شيلسي بهدف هافرد سجل أو فاز 1-0 على كريستاب بلس وزي ما قلت لكم أرسنال فاز على توتنهام 2-0 عنده الأسبوع الجاي مباراة كبيرة جدا مع منشستر وينايتد اللي فايق هو كمان قوي مع تنهاج وعمل أداء رائع جدا هذا الموسم تحديدا بعد راحيل كريستاب بصراحة ودي حاجة بقولها على مرض أرسنال أرتتا المساعد السابق لبيب جورديولا عامل نسخة بيب جورديولا في أرسنال النهاردة كنت بقول يا جماعة وإحنا نستحمل 2 جورديولا في الحياة كتير 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 اللي زي حالات اللي هو ما دربش بيب جورديولا فرقة بيحبها أو بدرب أرتتا فرقة بحبها بس اللي 2 رائعين اللي 2 مميزين بيب جورديولا أرتتا بيعمله كرة حلوة أرتتا النهاردة إيه حلاوة الأرسنال ده إيه حلاوة الأرسنال ده أداء مدهش أودجرد عامل أداء رائع في نص الملعب أداء كبير جدا جيسوس النهاردة كان غايب بسبب الإصابة اللي موجودة بقالها فترة معاه ساكا على اليمين رائع مارتنيلي على الشمال رائع زيتشينكو اللاعب الهدية اللي خدها أرسنال من مانشستر سيتي زيتشينكو مع أرسنال نسخة تانية خالص جل نسخة من مانشستر سيتي هم ما ملعبش كتير في مانشستر سيتي بس النسخة دي حلوة أوي ليفت باك رائع زي الأيسر مفيش بعد كده صديبة في الدفاع مبهر تلاقي الفرقة كلها حلوة حلوة أوي أوي للأسف النهاردة أني غياب عن هذه المواجهة بسبب الإصابة بس أرسنال هياخد الدوري وعندنا بطل مصري جديد هياخد الدول الإنجليزي أنا رأي أن أرسنال خلاص الأمور بالنسبة له محسومة في الدول الإنجليزي طبعا في الدول الإنجليزي تحديدا لا تأمن أي شيء بس أرسنال وقف على رجله حتى مع الغيابات الفرقة حلوة الفرقة كبيرة هتحس أن أرسنال لا صعب يهدر نقاط بسهولة وتحس أن الفرقة التانية سيتي ويونايتد وطوتنام ونيوكاسل الباقيين ممكن يفقدوا نقاط بسهولة أو مش بسهولة قوي بس هيفقدوا أرسنال لا صعب صعب النهاردة جاء لينكر بالمناسبة كتب على تويتر جاء لينكر واحد من أساطير الكرة الإنجليزية والإعلام الكبير في إنجلترا كتب على تويتر بعد المباراة أنه أرسنال هياخد الدول الإنجليزي خلاص بعد هذه المواجهة تحديدا دي مواجهة صعبة جدا كسبها النهاردة أرسنال قدام فرقة دفاعية جدا أنتونيو كونتي عامل فرقة دفاعية لتوتنهام وبصراحة أنا مفهمش ليه أنتونيو كونتي يلعب فرقة دفاعية أو يلعب بطريقة دفاعية مع تويتنهام وعنده قدام هاركين وعنده سون وعنده ريتشالدسون وعنده أسماء حلوة قدام تلعب بيعمل كرة هجومية بس هي التفكير الإيطالي أنا بحترم أنتونيو كونتي بصراحة شوف المدربين الكبار طبعا بس قافل تويتنهام خالص قافل قافل على هاركين وقافل على سون وقافل عارتشالدسون اللي كان معاده على الدكة النهار ده أرسنال هياخد الدور وبصراحة لو في بقى مشجعين أو الناس اللي بتحب أرسنال بيفراجعوا عليها اللقتي انتو عانيتو انتو عانيتو جميل أرسنال دول عانوا كنت دايما أقول جمهور أرسنال ده زنبو في رقبة أرسنفينجر دينيس بيركم تيري هنري ويلتورد باتريك بيرا روبرت بريس الأسماء العظيمة اللي لعبت لأرسنال دي وعمل جيل زهبي وخلت ناس كتيرة من الشعب المصري أو الشعب العربي يحبوا أرسنال زنبوهم في رقبة الجيل ده ليه عشان الجيل ده لما خلص بطل أرسنال عاش أيام صعبة جدا على مدار سنوات طويلة فالناس بقى اللي عندها وفاق لأرسنال وفلت مع أرسنال لآخر نقطة النهاردة أو الموسم ده أخيرا بيفرحوا افرحوا بقى حقوكوا يعني حقوكوا والله اتحرمتوا كتير يعني فرحة جديدة ومستمرة طول الوقت منتخبنا الوطني لكرة اليد النهاردة بيحقق فوز كبير تلاتين تسعتاشر على المنتخب المغربي وبصراع كان فوز متواق يعني الفرق القدرات الفنية والتاريخ في كرة اليد لصالح منتخبنا الوطني المباراة ما كانتش صعبة على المنتخب المصري رغم أنه حمايد النهاردة تقلق جدا في حراسة المرمى وخد أفضل لاعب في هذه المواجهة احنا كنا قسمنا كرواتيا والأمور بالنسبة لنا ماشية في طريق محترم جدا لأدوار متقدمة في كأس العالم لكرة اليد وعايز أقول حاجة بصراحة كرة اليد المصرية حاجة بتفرح حاجة تشرح القلب حاجة طول الوقت تخليك رافع راسك يكسب المنتخب يخسر بالصعوبة بس تفرح بيه ليه تفرح بمنتخب كرة اليد أنه أنت بتروح تشوف منتخب كرة اليد في البطوات العالمية بتقوله نافس ما بتقولهش يعمل أداء مشرف بتقوله نافس بتقوله أنت منتخب كبير زيك زي المنتخب الدرماركي زي المنتخب الفرنسي زي المنتخب السويدي زيك زيهم أنت كبير ما بتروحش بقى البطولات العالمية بتقوله إيه إحنا أهم حاجة اللي إحنا وصلنا كأس العالم نأ إحنا بالنسبة لنا منتخب كرة اليد أهم حاجة توصل لآخر نقطة في البطولة حاجة رائعة جدا طيب واحد من النجوم اللي ظهروا بشكل لافت جدا لافت جدا في الدورة المصري خلال المباراة الماضية هو اللاعب المغربي أحمد بالحاج المحترف في نادي أسوان أحمد بالحاج له قص أحمد بالحاج هو لاعب مغربي أسباني طول عمره بيلعب في أسبانيا في مستوى مش المستوى الممتاز أو مستوى الدرجة الأولى في الدولة الأسبانية اللي جاء يعني ولكن بيلعب في المستوى التاني مع عدد كبير من الفرق كان بيقدم مستويات كبيرة هناك وكان مفاجأة بالنسبان أن أسوان حط عينه عليه وعرف يضمه وأضاف للدول المصري أضاف لأسوان وعمل أداء ملفت للجميع وأصبح اسمه من الأسماء اللي بتتردد كثيرا كثيرا في سوق الانتقالات في مصر بين الأندية الكبيرة تحديد أندية القمة يعني عشان أسوان من الأندية الكبيرة أتحدث عن أندية القمة أحمد بالحاج اللاعب المغربي المحترف في صفوف فريق أسوان مساء الخير مشرفني ومنورني أداء ممتاز بتقدمه مع أسوان هذا الموسم وأداء مفاجئ للجماهير المصرية عايز أعرف شعورك وانت بتلعب مع أسوان في الفترة الحالية وجودك في الدوري المصري واختلافه عن الدوري في أسبانيا كيف تعيشت مع هذه الأوضاع وكيف ترى مستواج خلال هذه الفترة في الحقيقة أنها فرصة عزمة لي أن أأتي هنا للدوري المصري لإظهار مهاراتي وأتأكد أنا بفضل نادي أسمر وأشكره لأنه قدم لي هذه الفرصة لألعب بكرة القدم معهم وأعتقد أن الفرق ما بين أسبانيا ومصر فإن مصر هنا تعتمد على على القدرات القدرات الجسدية ولكن في أسبانيا نعتمد على الاستراتيجيات والتكنيكات ولكن هنا فنص يعتمد على اللاقة البدنية عظيم عايز أعرف بقى إزاي وصلت الأسوان إيه اللي حصل يعني إيه المفاوضات إيه المفاوضات اللي حصلت بينك وكانت بين مين يعني مين اللي تكلم معاك عشان تنضم الأسوان وإزاي وفقت أو فكرت ليه تلعب في الدولة المصري مع فريق أسوان خلال هذه الفترة أنا كان هذا في الصيف قد تحدثت مع وكيلي وقال لي بأنه فريق مصري هو أسوان وأعتقد أنك سوف من الملائمة أن تلعب فيه لأنك أنت تصحك فريق أكبر ولكن كما قلت لك فكله خرج بمستوى جيد وأعتقد أن المفاوضات كانت جيدة وبالتالي عندما ذهبت إلى أسوان رأيت أن أنا أستطيع أن أظهر مهاراتي وأعتقد أنه من الفرق أن أنا أتطلع الفرق كبيرة وأعتقد أنني إن شاء الله أتطلع للإظهار مهاراتي والذهاب إلى فريق أكبر خلال الفترة الماضية تحدث الكابتن أيمن الرمادي عن ظروف صعبة ويتعرض لها لعبي فريق أسوان سواء فيما يخص المعيشة في المعسكرات وخلافه هل تعاني مع أسوان ولا الأمور ماشية بشكل جيد والدليل مستوكل جيد في الفترات الأخيرة المشاكل التي تتعرض لها أسوان أتحدث عن المشاكل التي تتعرض لها أسوان المشاكل التي تتعرض لها الفرق الصغيرة وخصوصا عندما يلعب في الدوري الدرجة التانية وقد تكون مشاكل اقتصادية أنا أعلم تماما أنا أعلم تماما المشاكل التي تعاني منها الفرق في الدوري الدرجة التانية ولكن كل ما يهمني أن ألعب بطرات جيدة حتى أظهر الفرق القبيرة فأذنني لا أفكر في المشاكل ولا أفكر إذا كان يمتلك من المال أو لدي مشاكل مالية ولكن هذه المشاكل لا تشغلني كل ما يشغلني هو أن أظهر مهاراتي اللي أتطلع للتعاقد مع فريق أكبر أو من الفرق الكبرى المصرية هل تلقيت عروض خلال هذه الفترة؟ أنا ممثلي أتحدث معي وقال لي لديك كثير من العروض ولكن أعتقد أنا وكيلي عندما أنه أتكلم أيضا وأتفاوت والآن كل ما يعنيني هو التركيز في اللعب في أسوان لدينا مباراة مهمة لابد من التركيز عليها عظيم أحمد بالحق لعب فريق أسوان المحترف المغربي في الدوري المصري أنا بشكرك شكرا جزيلا لهذه المداخلة طيب احنا لسه مكملين مع حضراتكم تعالوا نشوف تقرير عن نص نهائي كأس مصر بين الزمالك وبرامدز وأيضا الأهلي وسموحة وبعد كده نرجع نستقبل ضفنة الكبير واحد من أساطير كرة اليد المصرية الكابتن الكبير كابتن حمادة الروبي خليكم معنا مباراة في قمة الصعوبة أمام الزمالك والأهلي في كأس مصر أمام بيرمدز وسموحة في الدور قبل النهائي من نسخة الموسم الماضي فيما يشبه البروفة الأخيرة للفريقين قبل قمة الدور والمقرر لها السبت المقبل الزمالك والأهلي الذان تعادل سلبيا في آخر مواجهتهما أمام الاتحاد السكندري والمصري وواصل إضاعة النقاط يدخلان في مباريات الكأس وهما يضعان هدفين أمامهما الأول هو التأهل إلى نهائي كأس مصر والثاني رسالة طمأنة لجماهيرهما قبل القمة في ظل تراجع الأداء والمستوى الفني الثناء البرتغالي والسويسري يسيران على الأشواك في قيادة الزمالك والأهلي في ظل وجود العديد من علامات الاستفهام على أداء ومستوى القطبين زمالك فريرا يعاني بشدة وأخفق في العام الجديد في تحقيق أي فوز حتى الآن بعد الخسارة أمام أسوان بهدفين مقابل هدف ثم التعادل بهدف لكل فريق أمام الداخلية بعد أن اقتنص مدافعه محمد عبدالغني هدف التعادل في الوقت بدل الضائع ليحافظ على حظوظ الزمالك وأخيرا التعادل السلبي مع الاتحاد السكندري وسط عدد من الأزمات الفنية والإدارية التي تواجه الفريق ليصل إلى النقطة السادسة والعشرين في المركز الثالث في ترتيب جدول الدوري وفي المقابل أهلي كولر رغم تصدر المسابقة برصيد 31 نقطة إلا أن أداء الفريق ليس ثابت ونتائجه متغيرة ولم يقنع الفريق مؤخرا جماهيره حتى الآن وجاءت نتيجة مباراة المصر والتعادل السلبي الأخير ليجعل هناك حالة من القلق قبل مواجهة سموحة في نصف نهائي كأس مصر وأيضا قبل مواجهة الزمالك في مباراة القمة فمن سينجح في النهاية أن يرسل رسالة طمأنة لجماهيره قبل قمة السبت المنتظرة يا أهلا بحضراتكم مرة أخرى وأنا زي ما قلت لكم كده قبل الفاصل بس هزوت شوية تمام؟ شخصيا هو بالنسبة لي واحد من أهم وأفضل مش لينا الواحد يعني لينا كلنا واحد من أهم أساطير كرة اليد المصرية فيه هي الكبير اللي هو من سني واللي قبل شوية عرفوا كرة اليد وحبوا كرة اليد وتابعوا كرة اليد وشجعوا كرة اليد بسببه وبسبب أسماء عظيمة كانت معاه هو واحد من اللعيبة اللي ما كانش يختلف عليها تنين يعني ما كانش مثلا ينفع أهلاوي يقول لا أصلا أنا ما بحبوش ينفع زملكاوي يقول لا أصلا هو ما بيقدش كويس ينفع أي مشجع يقول أنه هو مش اسم كبير وعظيم وأسطوري في تاريخ كرة اليد المصرية التقديمة دي عشان بصراحة بقى بصراحة شديدة أنا بحبه جدا على المستوى الشخصي وعلى المستوى المهني هو بالنسبة لي واحد من أهم أهم أساطير حراسة المرمى في كرة اليد المصرية الكابتن الكبير كابتن حمادة الروبي يا كابتن حمادة مشرفه من هو الله يخليك ده شرف ليه ودي مقدمة طبعا كبير قوي علي لا أقلب كتير الله يخليك ده خليتنا عظيم قوي كده لا ده أقلب كتير أسألك حاجة النهاردة حتى كنت بتكلم مع شوية شباب زمالي صغيرين في السن يعني فبقول لهم معي كابتن حمادة الروبي هم يعرفوا كابتن حمادة الروبي اسم انت اسمك على طول الناس عارفاه بس ما شافوش كابتن حمادة الروبي وهو بيلعب فعاد تحكي إنو كابتن حمادة الروبي كان ينزل هو كابتن حمادة النقيب يبقى تقفل الجنب بتاع مصر ما فيش حد بيسر لا اللي موجودين دلوقتي يا أهل ما شاء الله أجمل مننا بكتير يعني هم شافوا الأحسن مننا دلوقتي بالمناسبة ده بقى كان أول سؤال لكم إنو حمادة الروبي حمادة النقيب وبعد كده هتلاقي أسماء برضو عظيمة في حراسة مرمى منتخابنا الوطني يعني ما تلاقيش المركز ده تحديدا بيحصل فيه أي مشكلة لا هو ما شاء الله يعني الأجيال عندنا ولادة يعني فعندنا الجينات بتاعة المركز ده في مصر ما شاء الله يعني صحيح طيب ليه المركز ده عندنا مميز تحديدا هو ما فيش دايما يعني بيبقى قدام فيه بيبقى قدامك آيكونا يعني وإحنا حمادة لما طلعنا كان قابلينا عيمان صلاح قبل عيمان صلاح كان فيه الله يرحمه كابتن مصعد عباس المركز ذات نفسه كان قدامك دايما فيه آيكونا حد عايز توصلنا آيكونا أنت ماشي وراه صح فهو ده ده اللي موجود يعني هو ده اللي موجود في المركز ده بقى له فترة طويلة أوه فكل طالع شايف اللي قابله واصل لأني ليبل بيستفيد منه في بعض الحاجات فيه حاجات هو ممكن يطور نفسه فيها بيبقى أحسن من اللي قابله فهي دي صنة الحياة المباراة الماضية مباراة كرواتيا كريم هنداء وواحد من أفضل اللاعبين فيها النهاردة حمايد أفضل لاعب في هذه المباراة حاجة رائعة جدا لا هو المركز ما شاء الله عندينا في مصر عندنا في مصر المركز عندك أنت في مصر دلوقتي مش يقل من أربع خمس حراس ست حراس في مصر في المركز ده صح كلهم مميزين يلعبوا في أي حتة في العالم صح طيب أسألك بقى بشكل عامي الأول بقى كنا نخش تفصيلا على مباراة كرواتيا ومباراة المغرب لمنتخبنا الوطني حاسين أنه هو واقف على رجله منتخب تقيل تقيل يعني تقيل كده بلغة حتى الكرة بتاعتنا كرة القدم يعني بس المنتخب تقيل وقف على رجله ما تحسش إنك ألان عليه وبيلعب ليه العناصر يعني أنت المنتخب ده بدأ أعداده بدأ من أربع سنين الأعداد المنتخب ده بدأ من أربع سنين المنتخب ده في عناصر كسبانين كاسعالم لعيبة في المنتخب اللي موجودة لعيبة كسبة كاسعالم فالليفل بتاع البطولات دي كسبة كاسعالم ناشئين صح في لعيبة واخدين الثالث عالم شباب صحيح فالليفل بتاع البطولات العالم أو المنافسة في بطولة عالم اللعيبة يعني كل اللعيبة دي عاشته ده واحد اتنين عندك سبعة ثمان لعيبة بيلعبوا في أوروبا بيلعبوا في دوريات كلاس اي بيلعبوا في دورة أبطال أوروبا فدولة مع العناصر الشابة اللي تلعت بتلعب في المستوى بتاع بطولات العالم لو قلتلك على خمس ست منتخبات مصر موجودة وسطيهم على طول وبقالنا اتنين كاس عالم في سابعة ثامن آخر أولمبيات دخلنا رابع فالقصة دلوقتي انت مش نقصك حاجة انك تعالق مدلي ده 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 لأ وانا لما اخد الجملة دي من الكابتر الحمدر روبي اللي هو عايش جيل عظيم جدا واسطوري المنتخب مصر الكرة اليد لما تقولي ان ده افضل جيل في التاريخ فخلاص انا همشوا اراك لأ ما هو افضل جيل لا اسباب لا اسباب في الهندبولزة نفسية انت تتكلم في جيل كامل انت متكلمش يعني احنا مثلا كننا في عناصر مميزة عظيمة احنا بالزبط احنا كن فرقة كويسة كنا جيل اه جيل كويس بس مش كل المراكز كانت كاملة عندنا عندنا بعض الدروبات في بعض المراكز لكن الجيل ده الاكثر اجتمالا كل المراكز موجودة في يعني انت تجي في يوتيوب لأ كل المراكز هو طبعا هو يحيي خالد غياب يحيي خالد طبعا في المستوى اللي بيلعب فيه شيء طبيعي على الاصر بس حد وقتنا هذا محصر رمضان ومهاب ما شاء الله عاملين مستوى بسدين فراغ كبير من عدم موجود يحيي خالد اه مش شرط يبقوا يحيي خالد بس على الاقل قريبين جدا من المستوى لا سدين فراغ دور بايمين بدورهم على اكمل وجه ان شاء الله لكن طبعا يحيي خالد كان اضافة اكتر فريق معانا فكرة انه بقى عندنا محترفين كتير موجودين في اوروبا في منطقة كورت اليد هو ده اللي رافع مستوى الفرق دي كده الرهبة الرهبة احنا مهي الفكرة احنا مثلا في جيلنا كانت وصلنا المراحل دي ليه ان احنا كانت كلهم احنا ما كانش عندنا محترفين ساعتها ما كان الاحتراف مقوف بس وصلنا للمرحلة دي ان كانت كل معسكراتنا في اوروبا فالرهبة انك انت بتلعب فرق اوروبا راحت منك في كم من المعسكرات اللي كنت عايش فيها في اوروبا الجيل ده عندك 8 لعيبة عايشين اصلا في الليفل ده بيلعبوا في الليفل ده الرهبة اصلا مش موجودة عندهم فخلاص ما بينزل بيلعب في نفس المستوى اللي هو بيلعب فيه في اوروبا طيب انو كنت عايز هربط الرابط ده دلوقتي بس هربطه عشان اتكلمت معي في المحترفين ليه في مصر الاندية عندنا بتوافق بسهولة مش بسهولة قوي يعني بس بتوافق على فكهة انو اللعبين يطلعوا للاحتراف في اوروبا في كورة اليد لكن في كورة القدم الموضوع ده مش موجود ايش معنى في كورة الياد لامور سهلة الامور سهلةf كورة الياد дه مبدئية مش رقبةً آه ده رقبة العيبة يعني العقلية اللعبه في مصر اللي بيلعبوا اللعبه ده م fake من ضمن اهدفهم من ضمن طرقتهم ان هو يلعب الشامبلزليج ده من ضمن اهدف للعبة الموجودة في مصر بتقول اروبا كل دا هدف من أهداف كل اللعبة الليع بابو اللعبة دي في مصر ان هو بالنسباله هو دا الكنفال الكعنفال بتاع بتاع الليع عباظه نفسيا مش دوري محلي ولا أفروطي ولا انا مش حدي قولي انا 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 مع النادي الزماليك والنادي العظيم انا مع النادي الاهلي والنادي عظيمBER لا هو بلعب مع عنداء عظيم فعلا بس عايزي بعنده لا انه هو مايه التى ما يخلي بالرئب وانت مع الزماليك طبع النادي الرزيم في اللعبة دي terminar بس بطولة أوروبا أعظم. أكيد. لفل تاني. أنا أظن ما بيكتفيش بهذه العظمة اللي هو موجود فيها. لا أولا بتبقى بالنسبة للعيب. فترة يعني هي بتبقى ناساً عندك مثلاً إيحاد درع. حياته مرحلة. المرحلة أوليك كان فيه اليوبلس. جي من اليوبلس طلع عدد نمارك. قعد سنة ورجع عدزمالك. قعد ثلاث سنين معنا عمل كل حاجة. يعني إيحاد درع عمل كل حاجة معنا في الزمالك. صحيح. اللي ستب اللي بعدها إيه؟ لأنه أطلع بقى علعف الشام المزيج في أوروبا. وحقق أهداف تانية. فيه أهداف أنت عمالة تبنيها طول ما انتب. عاصل أنت اللعيب رحلة. اللعيب رحلة. صحيح. الرحلة بتبدأها من أول ما تلعب. لحد ما تحترفها. فيما صرت احترافك ليها دي. أنت فيه ستب خطوات لازم انتقعد تطلعها. مم. مش الاحتراف أن أنا ألعب في نادي وأخد منه عقد. صحيح. الاحتراف بيبئ احتراف في مستوى. صحيح. مش فلوس. اللعل loose. اللعيب تطلع أوروبا ممكن تاخد أقل من مصر. يعني لا يعني لا يعني أهداف duas thoughtful distance. ممكن في أوروبا. ممكن ياخده الرقم أقل ليتدي و sus parts. بس هو الفكرة انه هو بيكلم في مستوى. مبيكلمش في مدّة. ه Hmmm. بيكلم في مستوى يعني إنت الل alliance في مصر. لو.. ممكن يتطع الخليل. ها. هياخد فلوس أكتر من اللي هاخده في أوروبا ومن اللي هاخده في مصر لكن هما الناس الموضوع العقلية عندهم الموضوع اللعبة ذات نفسية هنا معنش أنا بوسع الموضوع شوالي هنا دايما يتحدث الناس عن عقلية الشاب المصري لما منين الكلمة على كرة قادمة يقولك أسلوه عقلية الشاب المصري انت عارف هو مبسوط هنا وخلاص اللي تتحدث معي عن عقلية شاب مصري موجود في كرة اليد مختلفة والعقلية اللي احنا عايزينها في كل الألعاب هده ليه علاقة ان منظومة كرة اليد كلها منظومة سليمة يعني حاس ان منظومة كرة اليد على مدار سنوات طويلة هي ماشية في نفس النجاحات لا هو احنا كلنا كمصريين احنا كلنا مفروض الطبيعي ان احنا عليها واحد مع نفس الفكرة طالع من كرة القدم واحد زي محمد صلاح بس انت اللي بتقول ايه واحد مع المفروض المفروض مع الواحد ده بالنسبة لك ده بيبقى تعرف انت ايه كارت النجاح بالنسبة لللي بيلعب الرياضة دي ده المفروض ده الهدف اللي انت عايز توصله ده الايكونة بتاعتك هلما لعبت اللعبة دي هتشوف مين احسن من ده دلوقتي بيلعب في المستوى ده انك تبقى زيه صح فهده الطبيعي ان ده ترجيطك ان انا اوصل للمستوى ده اوصل للليبل ده اللي بيلعب فيه واحد زي محمد صلاح ده اللي حصل عندنا في الهندبور ان في واحد خرج الناس بقيت تبص عليه بلاس بلاس ان ساعد على كده قناة زي قناوات المصرية بدأت تنقل دور ابطال اوروبا صح خلت اللعيب اذات نفسيه يعني احنا مثلا عندنا في الهندبور الدوري ما بتنقلش قطوة اوروبا بتتنقل على القناوات المصرية فخلت اللعيب اذات نفسيها لا شافت المستوى شافت الليبل عاوزة تروح للحتة دي عايزة تروح للحتة دي او ده الطبيعي كان ايه وموجود في الكورة هاي طيب مباراتي كرواتيا والمغرب او المباراتين اللي منتخبنا الوطني هراك شفت المستوى الزايف في المباراتين ناس اللي ما تبقى اش دايس اوه في كورة الاد او فاهم اوه في كورة الاد يقول لك ايه ما هو المباراتين سهلتين فعادي ما احنا هنكسبهم كده كده المهم اللي جاي ايوه هي دي النقطة بقى لا كرواتيا بالسهلة كرواتيا فرقة تاريخة تاريخة في اللعبة دي اه معادينا بسنين ضوئية اه مباراتي مبارح انت لعب مباراتك ويس اوي الفرقة لعب مباراتك ويس اوي لعب مباراتك تكتيكي حلوة اوي الراجل المدرب عامل مباراتك تكتيكية دفاعيا عظيمة عندك اللعيبة كلها كانت في حالتها في حالة بدنية وحالة ذهنية انك تقدر تكسب كرواتيا فرق تسعة تجوان لأ دا عندنا في اللعبة مع تاريخ كرواتيا لأ موضوع عاملين انجاز اه لكن المغرب الامور احنا كعبينة عالية على المنطقة المغرب لأ انت في فرق مستويات خارين من الهندبول الهندبول لعبة مستويات واضح الهندبول دي لعبة مستويات من زي الكورة الكورة ممكن مسلا تعمل مفاجأة فيها مفاجأة انت مسلا ارجنطين بطل عالم اه اول مطش ليها في كاس عالم خسرها من السعادية فرق المستوي ما بين الارجنتيني و السعادية فيه فرق صحيح الهندبول لعبة مستويات لما يبقى الفرق كده ما بيحصلش ما بتحصلش مش بقى ممكن لا لا ما بتحصلش ان لما يبقى الفرق كده ان دا يكسب دا مم ما بتحصلش لكن لما يبقى الفرق كده وارد وارد فهيهي الهندبول لعبة مستويات ففكرة كرواتيا لأ احنا وكرواتيا كان سهل جدا ممكن كراتي تكسب بس انك انت تخدها تسعة بالفارق ده لانت عامل جيم كويس قوي هاي طيب المغرب المستوى لأ احنا بعاد عنا في المستوى فالنتيجة منطقية وطبيعية النهاردة اراحت كريم هنداو من وجهة نزلك ده قرار صحيح من الموديل الفني صحيح صحيح مليون في المية ليه بقى مفيش في لعبتنا برضو مفيش جون مفيش جون في مركزنا كمان مفيش جون يستحمل ثلاث مطشات بالتركيز ده ورابعة هيقع هيقع فهو الفكرة بتاعت كريم ان هو بارح خد منه المكسيمم بتاعه نزمن زهنيا كريم يفصل شوية تفكرة راحته النهاردة شايفها يفصل شوية بالنسبة لك كمان انت عارف ان المطش المغرب معندكش مشكلة فيه موضوع بالنسبة لك سيقول انك انت عندك خناقة بعد كده في الدور التاني ايوه فانا شايف ان هو قرار صحي جدا ان هو يرايح كريم من الحاجات اللي انت رفدت نظر لها دلوقتي انه ناس كتيرة بتاعوا تسأل تقولك ايه موضوع كريم انه ماشي كويس انت بتريحوا ليه ده بيحصل في مباريات عمتا يعني في كورت اليد يقولك ما هو ماشي كويس هو بيطلعوا برا ليه هو بيقعدوا ليه لا لا ده يعني احنا برضو المركز في كورت اليد غير كورت القدم اه يعني مركز دا عندك في كورت القدم يقولك سيب الحارس عشان ياخد حسية المبالت عشان ياخدت حسية المبالس اه سيب ويكمل سيب ويكمل سيب بس لو انت حارس كورت القدم مسلا في المبارierة صحيح ده تبكية نفسية ممكن يروح عليه سبع هم سبع هم اللي تحتاج منه مجهود بدني وتحتاج منه مجهود زهني صح لكن الحارس الهندبوت الممكن بيروح عليك 30 كورة محتاج منك مجهود بدني ومجهود زيني. فالتلاتين كورة. انت بعد التلاتين كورة بطلات شايف. الموضوع الحملة الزيني كمان بالذات. الحملة الزيني. في اللعبة بتاعتنا موضوع صعب. بتبكلم مع زميل الليع بكده زمان يعني. بقول له انا اعطاك ان اسوأ شغلانة في العالم انك تبقى حرس مرمى كوريت يارد. انت طول الوقت مضغوط. طول الوقت تتهم عليك الكورة. طول الوقت مفهول مركز. لأ ما بقولك انت ستين دقيقة بتقوم مضغوط. لأ مش موضوع مش المركز ذات نفسه مركز صعب جدا. يعني من اصعب مركز اصعب مركز في الملعب. يعني انت اللعبة. لأ بتتدرب. فيه احتكاك جسماني مش طبيعي. طول. لكن بالنسبة للمركز حرس المرمى مايجيش واحد في المئة عشرة في المئة ماكسما من المجهود الزيني. اللي بيعملنا حرس المرمى. طيب مشوار منتخدنا الوطني في هذه البطولة. شايفو هيمشي ازاي. يعني ان شاء الله لما نعدي الدور الاول. الدور التاني الوضع يبقى فيها. انت الدور التاني هتخدش على المجموعة لجنبك اللي هي دوبة فيها الدنمارك. 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 تونس بحرين بلجيكا. النهاردة حتى تونس خسرت من بلجيكا. فموقفها صعب. يعني تعزن بعض الشيء. موقف تونس صعب. انت عندك بلجيكا دنمارك بحرين او تونس. ان شاء الله اتمنى اللي اتنين يطلعوا بس طبعا بعد النهاردة موضوع بقى صعب يعني. فانت عندك طوجة نظر يعني. انا شايف انك انت عندك ماتش واحد تقيل. ماتش الدنمارك. ماتش تقيل مش ضعيف. الدنمارك اعلى مننا. ده الدنمارك في الليفل اعلى مننا. بس مش اعلى مننا. اللي هو اللي انت كنت لسه عمانولي كده. اللي هو ده مش ده. ايه يعني اعلى مننا هنا. الدنمارك اعلى مننا في الليفل ده. صح. اللي انت ممكن الناس لو مركزة بحالة مبارح والناس في يومها في يومها الناس محضرة للماتش كويس قوي. إن شاء الله إن شاء الله سهل يعني ممكن تكسبها مش مستحيل لا ممكن تكسب مش بعيد قوي إحنا محتاجين نكسب الدنمارك مش محتاج تكسب الدنماركي قوي برضو إنك إنت قريد أنت بعد كده بياخد أول و تاني بالظبط إن شاء الله إنت أسوأزوف تاخد التاني بس التاني المشورة تصعب مع هذه المشكلة إنك إنت التاني مثلا تغبط في الأول اللي هي من مجموعة السويد اللي هو 90% هي بقى السويد فإنت التاني هتخش في السويد في أرضها برضو هتخش في مراحل صعبة بعد كده تخش في مراحل صعبة بعد كده وإن شاء الله يعني لو الدنيا مشت كده وخبطت يعني أنا محتاجة دنماركي مايفرش معها قدي مايفرش معها محتاجة للأربعة اللي هو السويد السويد أو وطفر إن شاء الله نطلع أول مساء يبقى أيسلندا ماجر أي حد وطفر أي فرقة جاية مع السويد يعني هو ده المحتاجة بالنسبة له هو ده محتاجة البطولة إن ده يدخلها في مربع طيب كان معنا إحنا جماعة لو معنا أرقام مباراة مصر والمغرب عشان نناقش فيها الكابتن حمادة ونأخد ملحوظاته عن هذه الأرقام تسجيل 30 هدف من 47 تصوية بنسبة 64% تسجيل 8 أهداف من 8 تصويبات من 6 أمتار تسجيل 5 أهداف من 8 تصويبات من الأجنحة تسجيل 8 أهداف من 15 تصوية من 9 أمتار تسجيل هدفين من تصويبتين عرامية السبع أمتار تسجيل هدفين من 8 محاولات هجوم خاطف تسجيل هدفين من 3 اختراقات هل في من أي الأرقام دي ملحوظات مهمة؟ اللي هو مثل فاص بريك اللي هو الهجوم الخاطف الهجوم الخاطف ده انت وجون ده طبعا في عالم تستفامي عنك إنه هو هدفين بس من 8 هدفين من 8 مفراد لأ ده قليل جدا لكن طبعا الأرقام بتاعة النسبة زيك نفسيها طبعا نسبة كويسة 30 من 47 دي نسبة كويسة 8 من 8 من 6 متر نسبة 100% من أجناحة خمسة من نسبة شغالة من أجناحة كويسة مش وحشة من خمستاشر لأ النسبة كلها كويسة بالنسبة لها عالمة الاستفام فاص بريك بس فاص بريك ده عالمة الاستفام الوحيدة تاني احرصت المرمى ها حرصت المرمى وعشرين تصوية من أصل 40 بنسبة بردك النهاردة اللي اتنين كانوا مشاعر ده محمد علي حمايد النهاردة هايلين محمد علي بدأ المطر كان هايل جدا يعني اقولك حاجة انا من الناس مثلا انا متابع مستوى التلات حراس بصراحة بس استراب شوي غياب الطيار عن قائمة كأس العالم بس برضو انا بحط نفس مكان المدرب انا عندي حراس كلهم هايلين يعني لا والطيار الطيار مثلا يعني لا غنى عنه اه انا يعني الطيار كحرس مرمى لا لازم يبقى تواجد بس انا هحكي لقصة الطيار فضل ده رأي الشخص ان الطيار لازم يبقى تواجد بس الطيار قريض بيلعب فيهم بيلعب فقال ملك اه مع الراجل المدرب اه نسبة مشاركة الطيار في الدورة في المطشاط كانت قليلة جدا في الفترة اللي فاتت اه فالرجل ما حبش يغامر بعصوهم مثلا ان هو ممكن ما يكونش بي يشارك في المطشاط حسية المطشاط بعيد عنه بقلو فترة طويلة فخد قريض اللي رجلهم في الملعب اللي كان محمد علي قاعد بالبحث بلعب في فرنسا حمايد حرس الأساسي بتاعيه اللي كريمي حرس الأساسي بتاعي الزمالي واللي اثنين ما شاء الله محمد علي فأسبانيا فلكن ل Ogsame دي على ما اظن ان دي النقط اللي خليته مش موجود. النقط اللي خليته مش موجود. لكن هو حريس كبير طبعا. لا طبعا. طبعا. طبعا ده غين عنه يعني. من الحاجات. احمد الاحمر مفتقد في البطولة. يعني بس انا اقول لك من 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 زاوية فيها نستالجة شوية. ملاقاش علاقة بامور فنية. وانت هتقول لي امور فنية. بس موجود نستالجة انا متعود دايما قايمة المتخم مصر في بطولة كبيرة. فيها احمد الاحمر. بسم الله رفعت حيما احمد الاحمر وباقي الاسماء العظيم. الس السناء دي مستغرب احمد الاحمر مش موجود. tendبان حيما احمد الاحمر كل عيد. يعني. لأ انا مفتقد ان احمد الاحمر يمسك الكرة بس انا احب ان حتى اما كنت بلعب انا احب احمد الاحمر يمسك الكرة يعمل بنت. يعني. بعه أشاق احمد الاحمر في الملعب. б май بنت زبس بتستمتع يعني الاحمر احمد الاحمر انت بنت استمتع في الملعب وهو بلعب ان دي بنا. هو اسلوم مختلف. اسلوم مختلف. بس لكل مرحلة لها رجالتها. طبعا طبعا. على ما ظن ان احمد الاح ده وجهة نظر انا ده احسن لعيب جهة لعب اللعبة دي في مصر على مدارة تاريخها لحد وقتنا هذا تفهم معك طبعا ده رأي الشخصة شايفه انا شايف احمد لحمر كده بما ان لعبت اللعبة دي شايف احمد لحمر كده وجوده او عدم وجوده ده قرار مدرد طبعا وان شاء الله اللي موجودين من حد دي قاتي ده موجودين رؤيين انا باتحدث يا احمد لحمر بقولك من حتة نستالجا مش حتة فنية اللي هو عاين نشوف طيب دول هدافه منتخب مصر امام المغرب في المباراة النهاردة وليد قداح طبعا حسن وليد قداح واكرم يسري وسيف الدرق مهايب سعيد يحياد در احمد مومن صف احمد الشام السايد بالمناسبة من اللعيب اللي لسه مدلكش اللي انت مستني منه من نسبة مية في المية يعني شايف ان هو لسه هيديك احسن الفترة اللي جاية لا مش مادناش هو يعني هو لسه قداح لسه ملعبش يعني قداح دي لسه منه هو مطش مبرح مسلا ملعبش فيه لكن قداح انا شايف انه هو ممكن لو خد مساحة كبيرة في الملعب في المطشات تطيلة هيبع حل حل يعني لكن بقيت اللي لعيبة لأ يعني دودو ما شاء الله خير اه ويحياد درع وعلي زين يعني يعني عندك مجموعة لعيبة لأ علي زين بردو حكاية والله احمد لا ما بقولك عالي ويحياد ويحياد دلع طبعا عندك اتنين اللعيبة تقال جدا هاي الكلمة دي تقال لا متقلل لك ملعبك قوي يعني اسكن علي ولا ياحي لا متقالل الملعب قوي يعني اتنين تقال في الملعب واتنين خط خلفي بيقدروا يسوبوا لا الموضوع يعني انت هو بصيت النهاردة ماتش المبارات المغربية بيلعبوا واحد انت بول بس ما عندهمش واحد مصوب ولا واحد ولا واحد مصوب لكن انت عندك يحياد عندك علي عندك حسن أداع محسن عندك ما شاء الله يعني عشان كده بقولك أنت الفرقة دي لا فرقة عظيمة بجد يعني أسماء عظيمة طيب دي التصديات النهاردة منتخب لا دي أرقام منتخب مصر يعني مباراتين فاز على الكوروات والمقرس على الوقت 61 هدف من 89 تصويبها خلال مباراتين بنسبة 69% حراس المقرمى مصر تصدق اللي 31 تزديدة من 72 خلال مباراتين بنسبة 43 بالمناسبة بالمناسبة بنيجي عند المبارات المهمة وبحس إضاءة الأهداف بتزيد فكرة الحتة النفسية عند منتخب مصر بكلمك على حتى البطولات القريبة يعني أنت هو تبسط على النسبة دي مثلا لا إمبارة إمبارة مصر مبارة مهم لا ما ضيعناه هي دي بس عشان بحس أنه إحنا لسه ما دخلناش في الضغط النفسي إذا بخش على أدوار المتقدمة ويبقى فيه ضغط نفسي بحس أنه بيبقى فيه توضط لا دي بترجع برضه فيها عوامل كتير غير الضغط النفسي اللعبة دي مش هتقعد حت الضغط النفسي لأنه هما الدوري بتاعهم أو البطولات اللي بلعبوها هما طول النار تحت ضغط النفسي الفكرة كلها المنافسة مش الضغط النفسي أد المنافسة إنت ممكن يعني أنت مبارح برضه كرواتيا كان فيها مشكلة في مركز حراسة المربع ما كانوش كويسين خالص فانت ما بتلاعب حارس من ضمن الحراس هادي هادي نقطة المشكلة اللي ممكن تقابل نحن اللي ما بتلاعب حارس الكواليتي بتاعه كلاس إيه زي لندن مثلا زي والف زي فارجاس في أسبانيا لا زي حارس السويد اللي هما بيختفوك اللي هما بيهبطوك لأ حارس لأ حارس في نفس الليفل العالي دوت بيبقى هو زي ما انت بتشوت هو قاعد بيذاكر لأ حراس بيبقى كتجري ايه كده موضوع ما بيقى السهل برضه إن الكرة تعدي من المدافعين وتعدي من الحارس الموضوع ما بيقى السهل فانت أوريدي بتضيع والمنافس بيضيع فهي التضيع الكتير حسب الحارس اللي واقف لو حارس في يومه الموضوع بيبقى صعب إن الكرة بيفرق معك معنويا بقى نفس الفكرة التعالي كريمين دو مبارح نفس الفكرة تعت حمايد ومحمد علي النهار صح الكرة مستهل إن هي تخش المغرب من على ستة متر كرة مستهل لأ فيها الرص فاهمين هما بيعملوا قي في الجو صحية بس هي دي حارس يعني الموضوع حارس ودفاع كابتن حمد انت دايما مشرف ودايما بتنور دايما يعني خطوتك عزيزة أنا مشكورك أنا مشكورك مرسي ليكم ومتشكل طبعا لوجودي معاك يا حبيبي أنا مشكورك شكرا جزيلا احنا لسا مكملين مع حضراتكم بعد الفاصل آسر حسين ومحمود شاكر نتكلم معاهم في اللي حصل النهاردة في الكلاسكو فأكيد هنتكلم شوية في البريمير ليج خليكم معاك هاي زي الفكرة المحببة جدا إلى قلبي مع الأصدقاء الأعزاء آسر حسين ومحمود شاكر آسر مشرف ومنور وحشني جدا قبنا خليك يا كريم توحشني جدا ومنور بالنعم كالعادة حبيبي أخبارك ايه؟ كله تمام كله حال كله حال يا كريم وحشني ومبسوط إن أنا النهاردة طالع مع أسر برضو بقالي كتير ما طلعتش معا وكالعادة يعني أنا بمبسوط وأنا معك أنا عندي هنا أستاذ محمود شاكر برشلونة وعندي أستاذ أسر حسين هعتبره بحسن ما قال لي كده إنه يتعاطف مع ريال مدريد فهعتبره معايا في ريال مدريد إيه اللي حصل النهاردة في ريال مدريد؟ أمسميت حكا هو نص انت جايب لي نص التاني لا نص التاني ما أنا قلت إيه إحنا نحفل على نفسي أمريل ما بدأتش بمحمود كيف محمود يعمل حفلة الوحده فإحنا نحفل على بعض صح عشان نقفل الحفلة اللي هو نوي أو بيفكر يعملها نسبق إحنا صح حكيم بالضبط كده لا الحقيقة بص كريم عارف أفتكرت النهاردة وأنا بتفرج عماتش مارس السنة اللي فاتت مارس 2022 للأربعة للأربعة بس ده بس اللأربعة كانش فيه بنزيمة ما كانش فيه بنزيمة وكمان كان دخل المبارات شافي مركز قوي قوي إن أنا هكسب ريال مدريد وهكثر التفوق الواضح في الكلاسيكو اللي كانت خمسة كلاسيكو متتالي تفوق واضح للريال كسارهم بمطشة الأربعة رغم ده النتاج أو المحصلة بتاعت السيزون كانت إنه انتهى الموسم بثلاث ألقاب لريال مدريد الدوري وكاس السوبر وطبعا بطولة الأربعة عشر دوري أبطار أوروبا يعني هي دي اللي بتباروز البطولات وطلع موسم صفري ليد برشلونة بفريق شاب مع تشافي لسه بيستوي لكن الواضع مختلف المراضي الحقيقي تشافي زاكر ريال مدريد كويس جدا احترم المباراة وتحس التحفز في إنه يحقق أول لقب لي من خلال قيادته مع برشلونة كريم من التصريح اللي قاله في مؤتمر صحفي قبل المباراة لما قال أنتو بتصعبوا على الموضوع غير إن أنا هلعب ريال في النهاية إن أنشلوتي مخسرت شوالة نهاية من 2010 فبالتالي أنا نهارده بدور على الأرقام كتير عايز أكسرها وكان له مقارات لإنه الصراحة استحب زاكر كويس قوي ريال مدريد النهارده عارف زايف إيطاليا في 2006 ممكن تعالي المطش بلعيب واحد النهارده بشوف إنه جافي كان الكارت الأساسي اللي حسم المواجهة لصلاح برشلونة طبعاً مقدرش أختار نجنم المباراة لبرشلونة لإنه كله يعني أنا أول مرة أشوف ديونج من سنين بيلعب مباراة بالعظمة دي وبيأكد وبيدري كان رائع جافي كان رائع طبعاً لكن لو تاخد بالك يا كريم التلت جوان تريباً يا حودة تمثلت هي واحدة إن جافي عمل زيادة العددية على وسط ملعب بريال مدريد المتهالك جداً النهارده بيصنع جون بيصنع جون هدفين وبيسجل هدف ببتالي ريال مدريد ظهر بنسخة سيئة جداً برشلنا قدر ينجح في اللعيب الزيادة عكس كل كان دايماً الفلات 4-3-3 النهارده أنا هزود جافي يبقى بيكسر الخطوط أو الخط الدفاع الثاني من عند ريال اللي جوان كلها نفس القصة أو مرة كرة قطعت جافي مكمل من ناحية شمال ومزود دايماً التعداد أو الأوفرلود فوست الملعب أو خط الدفاع الثاني عند ريال مدريد الهدف الثاني سوء مش سوء تركيز يعني كرة قرار الاتنين واخدين قرار ميليتاو وكروس وكرفخال قطعين بدري جداً واحدة من أسوأ مباراة كرفخال أنا حتى استغربت أنه أول تغييرة ما كانتش كرفخال غريبة جداً أنه كان لازم يخرج حتى رودريجو هو نازل وواقف على الخط قلت آي بقاظت يطلع كرفخال وهيرجع مالفردي باكراي مساء تصورت يعني يأكد لك كمان عدم دخول أنشلوت المباراة كريم أن أول حل جي في دماغه حل من بعيد سبيوس اللي راجع من إصابة من فترة بالتالي أفكار كلها خارج نطاق المباراة على عكس دك فائرة برضو بس برضو حودة سوري برضو يا كريم تحس أنه مقسم المباراة لسيناريوهات شافي بامتياز وتحس لما حتى بنشوتين ما فيش حاجة ريال مدريد يدري عملها لعودة المباراة فلنفس نقطة برشلونة شافي على الخط واقف هدي ليه هنفضل نكسب المطش لو فضلنا بالالتزام التكتيكي بتاعنا وبالأداء اللي احنا عملينه وبالفعل نفس الكورة اتكررت الكربونا الهدف الثالث نفس القصة بيزيد جافي من ناحية شمال وبيقدر يسجلوا الهدف الثالث فبالتالي استحق النهاردة نحاق أول لقب ليه تشافي بعد موسم نفسيا كان علي عبء كبير قوي يا كريم بعد موسم انتقالات تفوق في ألمانيا على كل سبورتيم ديركتورس في العالم وكل المديرين لتصويق في العالم أو مدير الرياضي العالم جاب له كل اللعيبة الموجودة في الساحة وبالتالي كان مطالبة تشافي دايما انت معك كل العادة العالم ما تكسبش ليه النهاردة اللي خاندروبالدي بيقول بيأكد انه يقدر يحجز مكان أساسي في تشكيل برشلونة على حساب اتنين لعبة تقالوا متمارسين جدا بخبرات زي جوردي ألبا وزي ماركوس ألونسو ناحية شمال النهاردة رسالة كبيرة جدا ان اللاعب ده بالتأكيد بالأداء النهاردة جير لو إدارة برشلونة لها رأي تاني وبعتقد هيكون رأي يعني مغالط جدا انه ما يكونش جزء من الفريق وبيأكد انه استحق مكان في خطة وصل برشلونة اتا ما قلتوش وهروح بيه كوندي النهاردة عمل مباراة كبيرة قوي كوندي النهاردة واحمل أحسن لعيب الريال في خطة دفاعة تحتية ناحية اليمين انت مش قادر تياري اللي بيحصل في أرض الملعب حسيت ده برضو النهاردة أكيد يعني لو أخد عنوان المباراة هو عنوان المباراة النهاردة بين برشلونة وريال مدريد ده هو تفوق شباب برشلونة على عواجيز ريال مدريد في نص الملعب الماتش النهاردة فقد من ريال مدريد بسبب نص الملعب النهاردة لو نبص على التلاتة اللي موجودين في نص الملعب ريال مدريد نشوف أن عندنا كامافينجا وعندنا توني كروز وعندنا مودريش كلنا عارفين أن الورك ريت بتاع مودريش وبدع slaughter بتاع توني كروز مش قوي جدا ودايما اللي كان بيزيد معهم وبيعمل معهم الملعب من محوري بشكل كبير ريال مدريد ولكن ريال مديد فتقت شاوميني شاوميني كان لعيب شبه متكامل لما ريال مديدي يفكر أن أنه هو يمشي كازيميرو ويروح لليونيت الناس كلها تستغرب ويشوفه على طول تشاوميني بعدها بأسبوع بيلعب أساسي على كامافينجا حتى كمالك موجود من السنة اللي فاتت يقولك الفرق ما بين الكواليتي بتاعت تشاوميني و الكواليتي بتاعت كامافينجا ليه النهاردة ريال مدريد فقط نص من بلاعب عشان برشلولا أو تشافي عمل شيء مغيري بالطريقة مختلفة عن أول السيزو هو لعب دي يونج مع بوسكتش وإدى الحرية لجافي يعني هم على الورق بيلعب أربعة تلاتة تلاتة ولكن هو بيلعب شبه تريد أربعة اتنين أربعة وبيدري وجافي على طول هم الاتنين بيلعبوا في التلتة الأدامة بيعودوا يعملوا سويتشات ما بينما بين بعض لمركزية بشكل كبير جدا زائد الضغط والقوة البدنية اللي موجودة عند جافي وعند بيدري زائد جافي النهاردة كلنا بنتكلم عنه ونقول أنه عمل مباراة رائعة ولعب ما كملش 18 سنة ولكن جافي ما كانش قدر يقاسي اليوم النهاردة بالدور ده لو معهش فرود جامد زائل الفندوفسكي كريم الفرود مش فرود إن أنا أنزل أحرز أهداف بس أو إن أنا أعمل أسستات بس أنا الفرود قوته تكمل إن أنا إزاي أطلع بره الثمانتاشر أنزل ألعب الناس أسحب معاه المساك إمتى إمتى أقطع وإمتى أسيب مساحة للجنبي عشان أسحب معاه وشفنا النهاردة الـ double pass اللي حصل ومش double pass يعني البساط اللي حصلت ما بين جافي ما بين الفندوفسكي في الجون الأولاني والجون التاني ده 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 الجون الأولاني وده ده الجون التاني فكان فيه تفاوض كبير جداً من برشونة زائد حاجة تانية قوة البدنية بتاعت نص الملعب زي ما قلت لك السرعات كانت فرقة النهاردة بشكل كبير جداً زي ما بقول هو تشافي عمل إنه هو خل جافي إنه هو ما بيلعبش أصلاً جافي ما بيلعبش وينج ولكن هو خلها عطول الكرة معنا بيزيد وينج وبيج بيزيد معه أربعة ولما ما يكونش معهم الكرة بيبقى الأربعة في وسط الملعب بحيث إن الطريقة مثلاً تشابت تتحاول أربعة أربعة أتنين فتفوق تشافي في الحتة دي زائد إن خطوط كانت متقربة جداً خطورة فينيسس جوريا ده ممتبعة للأطراف ولكن النهاردة في شرط لأولاني أنشلط يحاول يعمل حاجة شبيهة للي تشافي عملها يا أسر إنه هو حاول إنه هو لعب في الفيردي برضو ولو إنه فالفيردي ما بلعبش وينج حاول إنه هو لعب في الوينج عشان برضو يبقى يعمل زادة عدلة ما ينزل تحت شوية والرامر يدمعه شكور ولكن برشونة عمل حاجة مختلفة إنه هو قرب المسافات بشكل كبير جداً جداً ولعب في حوالي 20-30 يار ده بيت كتير وخلى كل الخطوط متقربة فده صعب وما مداش مساحات فإنت بالتالي ما فيش مساحات ففينيسوس جونيور واحد من أهم أسلحة ريال مدريد مش بيقوم بدوره فبالتالي ما فيش وزاد إنه هو كان بيخليه لعب في النص الشوط التاني عمل شوية تغيرات أنشلوتي إنه هو حاول يطلع فينيسوس تقالي على الشمال ونازل رودريجو وبيلعب بطريقة 4-3-3 ولكن فقد وسط ملعب ريال مدريد وعاوز أقول حاجة بمناسبة ريال مدريد يا كريم النهاردة المواطش أظهر حاجتين مهمين جداً 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 وهي إن أنت لازم تغير جلدك كريال مدريد أنا عارف إن ريال مدريد بيجيب لعيبه صغيرة في سن ولكن مباراة النهاردة أوضحت إنه لازم يكون في بديل لمودريج لازم يكون في بديل الكروس لإن الناس دي بدنانا ما بقيتش قدر زياله بزبط كده حاجة تانية إحنا بقالنا قد إيه بنقول إنه لازم يكون فيه فرود موجود رقم 9 في ريال مدريد أنا عارف إنه الماركت ما فيهوش ناس كتيرة ولكن ما ينفعش أن أنت تكمل بالطريقة دي لإن ريال مدريد محتاج قصة فلونتيريو بريز اللي كان بيعملها إنه قصة بقى يقعد 3-4 سنين عنده نفس الاسكواد وما بيجيبش صفقاته والموضوع مش هيقدر يمشي معاه دلوقتي لإن أنا بغير يا كريم بناء على الأساسيات اللي عندي في الفرقة وبقدر أجيب عليها ناس اللي تقدر تخش في التوليفة وتمشي معاه فطبعا ريال مدريد محتاج يخش المركاته بطريقة قوية جدا لإن عنده نقص جبير جدا جدا ولكن النهاردة تشافي كانوا ياخد من كلامك واخد من كلام ياسر كانوا ياخد الموضوع بجدية أكتر في حافز أكتر زاد مدرب ما عملش مفاجأة ما عملش تغييرات كتير حتى رد فعله في الملعب كان برضو الإيجو شوية بتاع أنشلوتي حتى النهاردة ما شفتش يعني يا كريم كانت الكرة بتقطع 1-0-2-0 ريال مدريد بقطع كرة مبرشونة مفيش ترانزيشنز مفيش تحول قبل ما يطلع توني كروس مش قادر ومدريدش مكانش قادر وكمافينجا عاوز أقول لك على حاجة الشوت التاني أول عشر داي ربع ساعة ريال مريد كان سيء جدا نقطر مشوت لأولاني عشان كمافينجا طلع هو كمافينجا غلط في الضغط العالي والكرة تقطعت منه ولكن كمافينجا هو الوحيد اللي كان بيقاوح مع لعيبة برشونة في نص المرعة جافي وبيدري كانوا أسرع بكتير من لعيبة نص المرعة وديونج عشان هو بيكلم على ديونجا قبل ما عيشش يا كريبة أنا ديونج شفته في كاس العالم في قطر لايف مرتين والله العظيم يا كريم من أمتع اللعيبة اللي شفتها في حياتي بالكور هو ومدريدش يعني أنا شفتهم دول لايف قدامي كده الاتنين دول أنا شفت أنا فاكر ديونج كأنه واحد لابس يعني بدلة وبيلعب بكور ديونج فعلا أنا ما عافش زي برشونة في أول السيدان كان بيفكر إن هو يروح للمانشستر نرايت اللعيب ما ينفعش تسيبه يا أخي تسيبه يا أخي وبسكتش بصراحة برضو النهاردة كان رائع لازم كاملين مع حضراتكم بعد هذا الفاصل نواصل إن شاء الله خليكم معنا احنا بحضراتكم مرة أخرى يسا بشرفني أسر حسين ومحمود شاك هنتكلم معهم دلوقتي عن بريمير ليج اللي ولع جدا أرسن النهاردة خد الصدارة وطار بيها وبعت شوية حلوين على المانشستر سيتي تمن نوعة النهاردة فوز كان مهم جدا لأرسن عاتوا تنائب أسر فوز مهم جدا وكريم أنا متشرف إنه يعني قدرتني صدفة إن قلت معك كذا مرة برنامجك المحترم قد إيه أنا مقتنع بمشروع أرتيتا وإنه أنا يعني دي مشكلة المحللية ممكن تلاقينا مثلا عندنا فرقة واثنين من شجعهم لكن إنت ممكن تشجع مدرب أنا أرسن عمره ما كان فريقي لكن حقيقة من ديسمبر 21 2019 وأنا فعلا مقتنع بأرتيتا جدا وفي ظهره حاسن هو ده مشروع مدرب كبير جدا قادم الحقيقة بردو مش مستحملة اتنين جورديولا ما أقول لك بقى على حاجة العباقرة كتير قوي كده أنا مبسوط إن انت بقلت موضوع جورديولا الحقيقة ده نتاج الصبغة لموجودة دلوقتي هو لعب كلاعب تحت إدارة فينجر وفي التدريب تمرس من مدرسة جورديولا وشوفنا حتى أول ومسكة في 2019 كسبه وعرف ياخد الكاس ويجيب أول سيلفر وير أو أول يعني طولة الأرسنال اللي كان غايب عن خزائن البطولات لكن لما تتفرج النهارد على أرسنال يا كريم الحقيقة في الظاهر أنه تلميز جورديولا لكن كورة أرسنال بتتلعب هي كورة فينجر اللي كنت طرعا عمرين منشوفها بصبغة أرتتا بطريقة تانية النهارده وإحنا متفرج على ماتش تاطلم الحقيقة كريم الفريق بقى شارس جدا بدنيا أكتر فريق كان بيتقال عليه حتى في العصر الزهبي لفينجر ما بعد جيل 2003 إنه دائما يتقال على أرسنال إيه بلغة الكورة والإنجليزي يقولك يعني فرقة دايما تلعب كورة هجمية وهايبرد براشر وجميلة وبنقلوا الكورة لحد ما تصل لآخر نقطة ويجيبوا هدف بجملة تمريرات كتيرة لكن دايما الدفاع مفتوح نهارده فيه منظومة صلبة جدا في الدفاع نهارده الفرقة بتلعب على فريق زيتوت الهم قوي جدا بدنيا مع مدرب اللعيبك كان بتطلع تقول في إيطاليا مش قادرين نكمل التمريرات بتاعته بدنيا وهو أنتوني كونتي بيتفوق شمالا وجنوبا وفي كل أرجاء الملعب عليه في البدني بيتغطوا على خلي بالك أول حتى من أول المتش أنت بتغلط لعيب حارس لعب تلاتة كاسعالة من لوريس من كوتر الضغط العلي والهيبرد براشر اللعب بالتالي نتاج بالضبط نتاج يا حوض نتاج يا كريم الشغل من 2019 مرورا بدلوقتي أرسنا نستحق أن يكون على صدارة الترتيب الحاجة التانية الإعجاز اللي عمله أرتيتا أنه بيجاري وبيقارع دلوقتي في البرايمير ليج أندية مش هنقول الستة الكبار أندية بميزانيات مرعبة منشستر سيتي لو تكلمنا حد سوال حرج على سكواد دي بث يا كريم أندية بأرقام كبيرة جدا منشستر رونايت حتى اللي بيحاول يرجع صارف كتير جدا نيو كاسل اللي تدخل وسط الأربعة الكبار صارف حوالي 200 مليون نهاردة أنا الليفربول بيصرف كتير الليفربول بيصرف كتير في موسمين من حاجات يمكن ما شفناش ولا فينجر ولا يوناي قدروا يعملوها نتخلص أنه ما بقاش فيه شلالية في قط اللبس أو في دراسنج روم الكباتن بيختارهم على أساس أنه حتى لو سنو صغير ده اللي بابني عليه المشروع لما اختار أنه أديجارد يبقى ده المشروع اللي بابني عليه اللعيبة اللي حوالي كلها صغيرة أديجارد رعب رائع اللي هاردة جون بيفسسل كل حاجة بشكل عام هو لعب رائع وعارفك كريم الهدف تتويج لأكتر لعب صنع فرص من الأوبن بلاي من اللعب المفتوح فبالتالي فرقة قوية جدا كل الناس بتراهن دايما على أنه أرسنل اللي هيقع والسيتي اللي هيتصدر نهاردة السيتي اللي بيقع وأرسنل ما بيسبش الفرصة انتصف بس أقول لك حاجة سريعة جدا انتصف الدوري خلاص لعبنا كده دور الأولاني لعبنا نص السيزن فرق 8 نقاط مريح لأرسنل لكن لسه الموضوع في كلامك كتير جدا في نص دوري كامل السيتي سيتي جالي هاجس كده مبارح بس قلتها هداردش معاك لما شوفك النهاردة فيه هل مشكلة السيتي فنية يعني أنا بحاس ان السيتي دي أقل نسخة مع بيب جورديولا السيتي كفرقة النسخة مش عظيمة يعني حتى في مبارات ما تشاهد سونايتد أنا مش شايف طاقة السيتي العالي كتير لو استحوزه على الكورة انك تخنو المنافس اللي قدامك أبيعمله طبعا في مبارات كثيرة بس مش دايم طول الوقت هل السيتي منظومة السيتي متضررة بقى أتمنى تفهمني بوجود هالند طبعا هي تأثرت بوجود هالند عشان طبعا عشان أوضح كلام هالند فرديا مرعد سأفضونا عليك اللي جاي بواحد وعشرين جون هاي عشان عشان يقول لي انت شايف ان هالند واحد هالند عليك هكلم على المنظومة طبعا هقولك لي يا كريم ما فيش شك ان هالند هو حلم اي فريق في الدنيا اني نابع عندي هالند ولكن للأسف بعد ما كنا في الاول بنقول بنشوف ازاي جوارديولا ان هو هيعمل طريقة لعب معانا ان هي تخدم على هالند عشان واحد من افضل فينيشرز في العالم والراجل التمبو بتاعه سريع جدا وقوي جدا وبيحرز اهداف كتيرة جدا الى طريقة ان انا لو هالند عطل عندي مشكلة سانة اللي فاتت وسانة اللي قبلها وسانة اللي قبلها في عدم موجود هالند كنا بنشوف ان منشستر سيتي بيقدر يجيب اجوان من اي طريقة من تحولات من في العمق ودفع بيسجل ودفع بيسجل الكوار عالية بنشوف الباك بيخش جوا ونعيبة نص المرعة بالي بتطلع على برا بنشوف حاجات كتيرة جدا ولكن النهاردة انت بصيت بتلاقي ان اول ما هالند بيعتل او هالند بيطلع برا الجيم مسلا زي ماتش نيوكسل ايرفو طلعوه برا الجيم او الماتش بتاع ليفر بول لما واحد زي فانضايق قوي بدنيا وبيقولك لا يا فل الحديد الحديد يمسك هالند بتلاقي ان منشستر سيتي بيقدمش يعني ليفر بول ما تكسبش اصلا مباراتة قريبا يعتبر غير منشستر سيتي بالسبب ان هالند كان مقفول عليه بشكل كبير جدا لما بيبقى الفروقات ما بين الاندية مش عالية قوي في الامكانيات البدنية ممكن ما تلاقيش هالند ممكن ما تلاقيش هالند في الماتشاة الكبيرة مش ده طبعا كمان عشان الاسب فاضيلي دقتين ماشي ما اسأل كنتو الاتنين السؤال وهبدأ بيك تمام السؤال ليه كنتو الاتنين ليفر بول ايه حكايته ايه مشكلته الازمة تشكيلة هي التشكيلة اللي كان بيلعب بيها السنوات الماضية وعليها اضافات كمان ويعاني جدا ليفر بول السنوات بس سريعا اه ما انفعش امشي واحد الارقام بتاعته التهدفية واحد زي ساد يوماني واحد من احسن الثلاثة اللي عندي قدام امشي واجيب مكانه واحد على اقل تهدفيا مش بقوته زاد ان هو عامل لي مشاكل في الفريق وبيضيع فرص كتير كتير زي ضره للنيز حاجة تانية الابقاء على لعيبة كتيرة مالهاش اي لازمة زي شامبرلين وزي ميلنر وتجديد عقود مالهاش اي لازمة في الوقت اللي انت لازم تبقى عارف ان الدورة الطبعية بتاعت اي فريق كرة في العالم يا كريم هو اربع سنين وبعاكاب تبدأ على طول تشوف اللي بعد تشوف الاسس ايه وتغير وتغير عندك محمد صلاح عندك ناس كتيرة مهمة موجودة في الفرقة تجيب على اساسها لعيبة تقبل وتقدر ان هي تلعب في ليفربول ولكن الازمة ازمة كبيرة جدا يورجن كلوب منحنة هل حان وقت رحيل يورجن كلوب عن ليفربول السؤال صعب بس ممكن نجاوب عليه اخر الموسم لانه اخد من كلام حودة كان بتكلم على ماني ماني جزء من المشكلة لكن الحقيقة انا بشوف في اعتقادي انه الفريق اللي كان بيلعب السنة اللي فاتت على الكواد رابل او الرباعيات تاريخية النهاردة بيقبع في مراكز متأخيرة جدا في الدوري دوري مؤتمر اروبيا بالضبط فبالتالي رأيي برضو ان منظومة ليفربول انهكها على مدار السبع سنين اللي فاتت الجاري ورا سيتي محاولة ان انا اواصل السعي ان انا بقى في ظهر سيتي او ان انا افضل انافسه في الدوري او في البطولات التانية دي حاجة الحاجة التانية مقدرش يا كريم على مدار سبع سنين محمود كان بيتكلم على اربع سنين وغير جلدي طب انا دخلنا في سبع سنين دلوقتي افضل العب بنفس السيستم فتح الملعب والهاي براشر وانا عندي منظومة زي دي فست الملعب والادوات الموجودين في ملعب ادوات اتغيرت مقدرش العب بالمنزومة دي نفس فكرة الهاي براشر وان الملعب كله فاتح لقدامه بضغط على الفريق دلوقتي بقى ده سر او مفتاح الفوز لكل الفرق طب العب بالهاي براشر بتاعتك دي بالتلاتة اللي موجودين في الوسطن ملعب اللي عند ليفر بول المنظومة دي اسهل منظومة نوعتي بتخترق عملية اختراقها هي اللي بتخلي فرقة تسجل في اهدافه واخر مثال برايتن طبعا منظومة الضغط مفيش مانية مفيش فينالدوم لما كان موجود اللعبة دي اتغيرت انا مش كارفالو مش هزغط زيما بادوات انا مقدرشها كريمة امشي بنفس التاكتكس وانا الادوات عندي مش قادرة تساعدني زي انا بقول لك تمام دي يعني بيعملوا حاجات غريبة كتيرة جدا محمود ده شرفت ونورت حبيب يا كريم اسر شرفت ونورت انا مش شكرا جزيلا ده كان ختام حلقتنا النهاردة من رقم عشرة يارب تكونوا استمتعتوا معنا اشوفكم يا رب على القالة خير